احنا مبارح كنا مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وازاي قال لهم ونصحهم لما كانوا في الحج في سنة التسعة وكأنه كان بيوطأ كل الحجاج إلى الكرامة ونهاردة هنتكلم عن حجة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وازاي هنتعلم مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع السنة اللي فاتت حج بلمسلمين سيدنا أبو بكر ويأتي أكبر تجمع عرفته العرب وقتها عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج وأعلن ذلك تخيل بقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قبائل كله تعرف حضرة النبي يحج حضرة النبي يحج حضرة النبي يحج والناس من بره وفي جوه كله يعرف أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يحج فجي للمدينة خلء كتير أنا متصوراً battling المدينة ما بقاش فيها مكان خلاص اتملت كلهم عايزين يحجوا مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن هم يقتموا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجوا مع حضرة النبي وخاصةً أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم مناسك المنورة فخرج من مدينة في الخامس والعشرين منزل قاعدة يعني قبل ما يخلص الشهر كده بخمس تيام في السنة العاشرة اللي هجر وانطلق بعد الظهري حتى بلغ زيل حليفة بلغ لغاية فين؟ بلغ لغاية المكان ده فاختسل حضرة النبي لأحرام والدهن هو ده مقاة أهل المدينة والدهن والطيب صلى الله عليه وسلم ولبس إزاره صلى الله عليه وسلم ورداءه ثم أهل بالحق والعمر وقارن بينهما حضرة النبي وصل السير مشين مع حضرته صلى الله عليه وسلم وبدأ حضرة النبي يلبي ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمدة والنعمة لك والملك لا شريك لك وفي يوم الخميس اللي هو اليوم الثامن من زي الحجة توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بي أبي وأمي آه أنتوا عارفين نحن كده عايشين مع حضرة النبي أجواء وتخيل كده أن أنت أجواء الحج وخاصة كمان لما تكون مع حضرة النبي فحضرت النبي هم اللي معاه راحوا على منا فصلى صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وفضل العناك صلى الله عليه وسلم حتى طلع الشمس وأمله وأمر صلى الله عليه وسلم بقبة من شعر زي خيمة يعني قبة من شعر يعني خيمة بس بتبقى مصنوعة من الصوف إنها تضرب لي صلى الله عليه وسلم بنمرة وهو في موضع بالقرب من عرفات عارفين إن إحنا مسجد نمرة قريب من عرفات جزء منه من عرفات وجزء منه مش من عرفات فصار صلى الله عليه وسلم حتى نزل بنمرة ولما زالت الشمس زالت الشمس أوها تفتكروا إن غربت الشمس زالت الشمس يعني زالت الشمس من كبدي السماء يعني الشمس بتبقى في منتصف السماء كده تزول يعني تروح نحية الغروب فهي كده يبقى اسمها زالت يعني زالت يعني يعني زالت يعني إيه تركت كبدي السماء يعني تركت منتصف السماء الساعة ما شايف يبقى فيه ظل أمر صلى الله عليه وسلم بنقته القسواء فرحل فإيه اللي حصل حضرت النبي ركب ناقته القسواء وتحط على الرحل بتاعه فأتى باطن ودي عورنا واجتمع حوله الألوف أنتوا عارفين عدد اللي حضروا مع حضرة النبي حجة الوضع كانوا كم عدد يصل لمية واربعتاشا ألف صحاب الله أكبر فخطب الناس خطبة جامعة ذكر فيها أصول الإسلام صلى الله عليه وسلم وقواعد الدين وكان مما قالوا صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوع وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيع بن الحارس كان مسترضعا في بني سعد في قتلته هزيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوعهم كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله إيه اللي حاصل الخطبة كلها مليئة بالمعاني لكن كل المعاني دي بتجتمع في إيه؟ في إن إحنا نحفظ الحرومات نحفظ حرومات بعضنا إحنا دلوقتي عندنا مشكلة في حياتنا إيه المشكلة في حياتنا؟ باية حرومات الناس مطروحة يعني وكأني أكلمكم بصدق يعني وإحنا في رمضان وكأني حديث رسول الله عليه وسلم في المرئتين اللي اتكلموا بالغيبة والنميمة فقال لهم صلى الله عليه وسلم تقيأ فتقيأ نحمن نتنا فقال هاتاني صامتا عما أحل الله وأفترطا على ما حرم الله اللي هي أيو حب أحدكم أن يأكل لحم أخي ميتا فكرهتموه فاللحم النتن التي تقيأوه ده لحم الناس اللي تكلموا فيهم إحنا من أكتر الحاجات اللي بتفتت مجتمعنا ومن أكتر الحاجات اللي بتواجهنا وعايزين حضرة النبي أنواره تشع علينا عشان القلوب تتغسل من ده انتهاك الحرمات تحت مظلة الانتقام مش هنكون كده خالص حضرة النبي صلى الله عليه وسلم منع كل ده وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أسقط كل ده اللي عايز يبقى مع حضرة النبي في حجة الوداع يعلم أنه هو يبطل انتقام ومش بطل انتقام بس والأهم منه يبطل خوض في أعراض الناس يبطل انه هو يتكلم في عرض الناس وهو يتفتكره ان انت لما تقول لواحد لا والله يبلاش فلان ده مش كلام في عرضه ولا لما تيجي تتكلم في حد في واحدة وتقول والله أنا مش عاجبني سلكها وتسيب الأمر مفتوح كده انت متكلمتش في عرضاه ده مخالف للعهد اللي خده علينا حضرة النبي ولا لما تيجي تتكلم في حده وتقوله والله أنا مش عاجبني ماشيه وتسيب المسائل كده مفتوحة عايزين نتقل الله سبحانه وتعالى اللي عايز يعيش مع حضرة النبي في جماله ده يعمل كده